الرئيس عبدالفتاح السيسي وفق العاجل الذي ستتابعونه معنا أصدر قرارا بترقية اللواء الراحل كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى رتبة فريق فخري ومنحه وشاح النيل وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية في مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي إذن وفق هذا العاجل قرر ترقية اللواء الراحل كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي الذي وفته المنية صباحا هذا اليوم إلى رتبة فريق فخري مع إطلاق اسمه على أحد الشوارع أو المحاور والميادين الرئيسية في مصر تكريما له على ما قدمه من مجهودات وطنية وعمل وطني مخلص كان مستحقا إذن لكل ما صدر من رسائل نعي مختلفة بدءا من الرئيس عبدالفتاح السيسي وصولا إلى هيئات ومؤسسات مصرية مختلفة القرار الصادر إذن بترقية اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى رتبة فريق فخري ومنحه وشاح النيل وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بمصر هذا يأتي بعد دقائق فقط من النعي الذي كتبه الرئيس عبدالفتاح السيسي لللواء الراحل كمال عامر الذي وصفه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمعلم والأستاذ والقائد الرئيس السيسي إذن أصدر هذا القرار بترقية اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والذي وفته المنية صباحا هذا اليوم إلى رتبة فريق فخري ومنحه وشاح النيل وتقرر إطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بمصر تكريما لعطاءاته ولعمله الوطني المخلص الذي كان على مدار سنوات عمله في القوات المسلحة أو خلال ما تقلده من مهام ومناصب رسمية طوال سنوات خدمته وصولا إلى رئاسته لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب كواحد من بين أهم البرلمانيين كما وصف فيما تقرر هذا اليوم نعود مجددا إذن إلى التغريدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بأن مصر فقدت اليوم واحدا من أغلى رجالها المعلم والأستاذ والقائد كما وصفه الرئيس السيسي اللواء الراحل كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كان الفقيد خير معلم وقائد مخلصا وأمينا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته ثم دعا الرئيس السيسي بالرحمة للفقيد الغالي وأن يلهم الله أسرته وذويه الصبر والسلوان فيما بعد ذلك مباشرة الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قراره بترقية اللواء الراحل كمال عامر الرئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى رتبة فريق فخري وأن يمنحه شاح النيل وأن يطلق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بمصر تكريما لما قدمه من أعمال وطنية جليلة خدمة لمصر على مدار سنوات خدمته متخرجا في الكليات الحربية ثم ضابطا في القوات المسلحة وصولا إلى ما تقلده من مناصب في القوات المسلحة المصرية أو ما بعد ذلك في المناصب التنفيذية أو في العمل النيابي كان رئيسا سابقا للجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب حتى وافته المنية صباحا هذا اليوم وفق ما قدمه من أعمال جليلة في كل رسائل النعي التي قدمت من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أصولا إلى باقي رسائل النعي التي قدمت تتحدث عن مآثر اللواء الراحل والبرلماني الراحل كمال عامر